اشتركوا في القناة عدد من الجرح جرى اشتباكات بينية بين فصائل في ميليشيا الانتقال بالعاصمة المؤقتة عدن وقالت المصادر ان اشتباكات اندلعت في محيط مطار عدن الجديد في رأس عمران اثر نزاع على احدى الاراضي افدت مصادر مطلعة عن دفن ميليشيا الحوتد الهبية عشرات الجثث لمختطفين تم تصفيتهم في صنع ووفقا للمصادر فقد نفذت ميليشيا عملية دفن 53 جثة زعمت انها مجهولة الهوية وظلت في ثلاجات مستشفيات الشرطة النموذجي والشرطة العام والثورة خلال العامين الماضيين في حين اكد مراقبنا انها تعود لمختطفين تم تصفيتهم تحت التعذيب وظلت في ثلاجات المستشفيات دون تسليمها لدويها اصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوتد الهبية في صنع حكما قضى بسجن منشئي المحتوى المختطفين احمد علا ومصطفى المومري واحمد حجر وحمود المصباح لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وستة اشهر وبحسب مصادر حقوقية فقد قضت المحكمة الحوثية بسجن احمد علا وثلاث سنوات ومصطفى المومري سنة ونصف واحمد حجر سنة وحمود المصباح ستة اشهر كما قضت بحث في قنوات الناشطين من اليوتيوب وتغريمهم عشرة ملايين ريال استنكر مركز حقوقي تجاهل رعاة المفاوضات قضية السياسي محمد قحطان المختطف لدى ميليشيا الحوت منذ ثماني سنوات المركز الامريكي للعدالة أعرب عن بلغ أسابه لتجاوز المفاوضات إفراج عن قحطان وإسرار الميليشيا على إبقائه قيد الإخفاء القصري ورفض الإفصاح عن مصيره لها ترجمة نانسي قنقر